لو انت بتغلي لابن وانستيع النار وفار منك هتتدايق وخلاص ولو انت سيبت النور العربية والعطول الليل هتصحط لقل البطارية نايمة وانت غالبا هتنام جنبها لحد ما حد يجي ديك زقة او لسع الكهرباء انما احنا كعلومانجية ما بنتعاملش مع المواضيع بالطريقة دي بدليل الحج اللي قدامنا ده الزميل ده اسمه أليكساندر فلمينج كان شغال في يوم عادي جدا وزرع بكتيريا على طبق ولما خلص اللي كان بيعمله تقدر تقول كده النس الطبق مفتح وروح المهم رجع تاني يوم لقى الطبق ضارب عفن وبدل ما يحس على دمه يعترف ان هو غلط عمل نفسه مش واخد باله وقعد يتأمل في الطبق المعفن ده وهو ده اللي شافه طبق في البكتيريا اللي كان شغال عليها عادي وطالع عليها عفن او بمعنى اصح فتر تاني اتضح فيه مع بعد انه البنساليوم لكن هو ما وقفش تفكيره لحد هنا المفروض ان الطبيعي لو ما كانش الطبق ده عفن ان البكتيريا دي تكون مالية الطبق لكن لما الفتر طلع عمل حواليه مساحة فاضية كده ما فيهاش بكتيريا او بمعنى اصح موت البكتيريا اللي كانت فيها وهنا قال عم فلمينج ان الفتر ده طلع مادة قدرت انها تموت البكتيريا اللي كانت في الطبق وسمى المادة دي وده كان اول مضادة حيوية يستخدمه الانسان بصراحة هو ما كانش منتشر اول حد الحرب العالمية التانية كان الجنود مش بس بيموتوا من رصاص في القلب والدماغ كان ممكن اي جرح يتلوث يفضل معزب الجندي ده لحد ما يموته لكن بعد ما استخدموا البنسالين بصراحة الراجل اسبت كفاءة عالية ونسب شفاء كبيرة جدا ومن ساعتها بقينا ندور على المضادات الحيوية في كل كائن حوالينا نجيب طبق بكتيريا ونحط فيه المادة بتاعتنا ونشوف تأثيرها على الكائن او بصراحة الموضوع مش بالسهولة دي لان المادة دي ممكن لما اديها للانسان تكون مادة سامة بدل ما تموت الكائن تموت البني ادم نفسه ده في خطوات وبروتوكول طويل عارض كده ممكن ابقى قوله في فيديو تاني ان شاء الله لكن نفس المبدأ نجيب مادة من كائن بيطلعها في فترة معينة من نموه ونختبرها على كائن تاني عاوزين نموته او نوقف نموه وهما دون النوعين الاساسيين للمضادات الحاوية يا اما يخش على الكائن يخلص عليه خالص اللي هو بنسميه بكتيري سيدل او مضاد تاني يكتف المكروب اللي عين ده لحد ما الجهاز المناع يبتدي بسلامته يتعرف عليه ويعمله اجسام مضادة يعني من الاخر يعمل عندك مناعة ضد المكروب ده والمضاد ده بنسميه بكتيري ستاتيك بس فيه حاجة مهمة وخطيرة جدا لازم نعرفها زي ما حضرتك بتاخد تطعيم ضد فيروس او بكتيريا ويفضل عندك مناعة منها طول عمرك البكتيريا برضو ممكن تعمل مناعة من المضادة الحاوي يعني ايه صلوا على النبي كده وركزوا معي شوية لو واحد رحل الدكتور والدكتور كتاب له مضادة حاوي ياخده اسبوع والعشرتي ايام جي الراجل ده اخد الدواء يوم والتاني والتالت ولاقى نفسه خفه وبقى ميت فل وعشر في الغالب مش هياخد الدواء تاني ويقول لك انا خلاص خفيت وهنا تكمل المصيبة اللي حصل مع الراجل ده انه اخد المضادة الحاوي فالدواء عمل بلقمته وقعد يخلص على البكتيريا واحدة واحدة على اساس ان فيه جرعات تانية هتساعده لمدة العلاج كاملة ولما الراجل وقف الدواء لما حس انه خف هو فعلا كمية البكتيريا قلت بشكل رهيب لكن مش كلها ماتت فممكن هنا بقى الميكروب يحفظ شكل الدواء ده ويعلم عليه بمعنى علمي اكتر انه هيعرف طريق شغل الدواء والسكة اللي بيدخل منها للميكروب تقوم البكتيريا دي ربنا مديها القدرة انها تغير من نفسها بحيث ان لو نفس الدواء جالها تاني ما يسلكش معاه ونتطر نغير الدواء علشان يجيب نتيجة على فكرة الموضوع ده خطير جدا ده خلى بعض انواع البكتيريا ملهاش علاج على مستوى العالم ولو كل واحد في العالم وقف الدواء لمجرد انه حس انه خف ونقعد بقى نغير في الأدوية علشان تجيب نتيجة بقى عندنا انواع بكتيريا عندها مناعة من كل الأدوية يعني ما بقاش يجيب معاها ولا مضاد حيوي يعني احنا بنرجع بالزمن لقبل ما الحق ده يكتشف المضادات الحيوي فلازم لازم لازم لما ناخد علاج خاصة المضاد حيوي نكمل مدته للآخر ولو حتى بعد يومين لقيت نفسك بتجري زال حصان كمله برضو ده المصلحتك والمصلحت غيرك قبل حق فيه ناس ببقى عندهم حساسية من مضاد حيوي معين علشان كده المفروض لما الدكتور يكتب له واحد وليكن بينسلين يحقنه بجرعة بسيطة وملحوقة من المضاد ده والله لو الراجل كان طبيعي خلاص لكن لو واحد بدأ يسخن ولسانه يورم وشوية أعراض كده يبقى الراجل ده عنده حساسية من المضاد فيا إما يدي له مادة توقف الحساسية مع المضاد يا إما يغير له المضاد ده نفسه ويرايح دماغه وعلى فكرة الحساسية من المضاد غير الأعراض الجانبية للمضاد الحساسية بتكون عند ناس معينين ربنا خلقهم كده يعني حاجة من البني آدم لكن الأعراض الجانبية ده حاجة من المضاد ده نفسه زي مثلا لو بيخليك تنام كتير أو بيجيب لك إسهال أو حاجات من كده يعني آخر حاجة عشان ما تزهقوش مني وهي فعالية المضاد دايما كده بتشوف في الرشدة بتاعت المضاد كلمة wide أو large أو broad spectrum وكلمة narrow spectrum الموضوع باختصار شديد جدا إن البكتيريا يا إما سالبة لسبغة جرام أو موجابة لسبغة جرام فيه لداء ولا داء بس ده مش معوضوعنا دلوقتي المهم المحدد أو narrow spectrum ده بيشتغل على حاجة واحدة بس يا إما السالبة يا إما الموجابة لكن الواسع المدى أو broad spectrum بيشتغل على النوعين الموجاب والسالب طب تعالوا بقى نلم الليلة دي كلها زي ما تعودنا بنقول إن المضاد الحيوي هو مادة بيتم استخراجها من كان حي لها القدرة إن هي تقتل أو توقف نمو كائن تاني المضاد اللي بيماوت البكتيريا بنسميه بكتيريوسيدل واللي بيوقف نمو بس بنسميه بكتيريستاتيك لازم تكمل فترة العلاج لأخيرها علشان ما تسمحش المكروب إن هو يعمل مقاومة من نوع المضاد اللي انت أخدته فيه ناس بيكون عندهم حساسية من أنواع مضادات معينة ودول يا إما بياخدوا نوع تاني لكن لو ما فيش غيره بياخدوا معه حاجات وقف الحساسية المضاد الحيوي نوعين واسع المدى أو محدد المدى ضيق المدى أو narrow spectrum بيشتغل على حاجة من الاتنين يا الموجب يا السالب لكن واسع المدى أو broad spectrum بيشتغل على البكتيريا الموجبة والسالبة وده كان فيديو النهاردة عن المضادات الحيوية ربنا يشفي كل مريض أنا سيبت لكم شوات مصادر تحت كده تتسلوا فيها وولونا رأيكم في الكومنتات واستنونا في الفيديو الجاي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوبوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته